قدم شيخ سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم وشارق اعتذاراته الرسمية لشعب الجزائري حيث عبر عن عمق تقديري واحترامه له حيث أكد حاكم وشارق بأن ثورة الجزائر التي قامت سنة 1954 واستمرت حتى سنة 1962 على يد جبهة تحرير الوطني سببت أزمات حدة في فرنسا مشيرا إلى أنها كانت وراء سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة ورجوع شارل ديغول للحكم والإطاحة بالحكومات الفرنسية المتتالية وأضاف شيخ سلطان بن محمد القاسم قائلا لست جاهلا في التاريخ وأعرف تاريخ الجزائر جيدا وكل ما ذكرته في معرض لندن للكتاب كان في معرض الحديث عن الود الذي كان بين ديغول ومورو وزير ثقافته وكيف أنه كان يؤثر عليه كثيرا وربما فهم حديثي بشكل خاطئ بسبب الاختصار المخيل وأكد شيخ سلطان بن محمد القاسمي بأن الموضوع لا يتعلق بجبهة تحرير الوطني وإنما كان فقط تعبيرا عن تأثير الثقافة على الإنسان يا صليط المتشدد الشرس لدرجة أن يتغير طبعه وقال كذلك إذا كان إخوتنا في الجزائر اعتبروا ذلك إجحافا بحقهم فأنا أعتذر عن ذلك ولهم كل الود والاحترام ترجمة نانسي قنقر